طيب بنتكلم في المحاضرة دي عن الاريز في الاسسيمبلي طبعا هنا عاكفين يعني ايه الاريي الاريي ده عبارة عن مجموعة الامنس جنب بعض المفروض ان كلهم بيبقوا ليهم نفس الاتا طيب يعني طبعا لو احنا في البايسون مش بيفرق الاتا طيب قوي ممكن تاخد الاريي فيه الامنس كتيرة بس المهم ان معنى الاريي معناه ان انا عندي كذا element connected مع بعض يعني بيتاخدوا كأنهم element واحد الارييي بيكون فيه لازم ارفير كل element بإندكس لو الاريي المنت الاولين بيقول عليه مثلا index 0 الاريي المنت التاني بيكون index 1 والاريي المنت التالت index 2 وهكذا لو انا عندي مثلا 1 2 3 4 5 عندي 5 elements فالمكسوم index بيكون اللينس نقص واحد لأنه طبعا بدأت بالزيو كل إندكس كل إلمنت بيبقى له إندكس بالنسبة للقرية عشان أعرف أقول أن الإندكس الأولى أو التاني وممكن أجيبه بالأدرس بتاعه يعني القرية ده المفروض أنه موجود في الميموري بإندكس بمكان معين يعني أنا مثلا دلوقتي لو عندي الميموري الميموري بتحت هي المفروض أن أنا حطيت هنا الحداشر تمام؟ هاجي هنا أحط الأربعة سورة التسعة بعدين أحط هنا السبعتاشر وهكذا مفروض بقى أن أنا أحط كل الإلمنت طيب الإلمنت ده هو يعتبر اسم أريو في زيو هو إيه بالنسبة للأريو لكن في الميموري هو محطوط في الآخر في عنوان معين والنفر دي المياه دي محطوط في الملقة لأدرس الاسمه مية فالتسعة اللي موجودة في الأدرس اللي اسمه مية واربعة فأنا لو قلت له روح هاتلي الأريو في زيرو هي هيها أن أنا بقول له هاتلي الأدرس اللي هاتلي الحاجة اللي عند المية فأنا ممكن أقول له هاتلي الحاجة يعني load word الحاجة اللي في مية واربعة وممكن أقول له هاتلي الحاجة اللي عنده أريو في واحد فدي بس إننا تبقى عارفين إن الأري له إنديكس عادي يعني زي أريو في زيرو أريو في وان لكن هو موجود في إندكس في أدرس معين طبعاً اللي الحاجة دي يعتبر اسمها أريو في زيرو أريو في زيرو مثلاً هنا إيه؟ زيرو وكذا بالنسبة لده التسعة دي هنا يعتبر الأريو في واحد أوكي؟ طيب فلو جيت هنا أشوف الفاليو في أريو في ثلاثة هلاقي مثلاً صفر واحد اثنين ثلاثة يبقى الكيمة بتاعتها بساعة 14 طيب العنوان بتاع الأريو في ثلاثة يعتبر المية وإيه؟ واثناشر بس أنا جبت بقى المية واثناشر دي إزاي؟ يعني هل هو المفروض وأنا شغالة يبقى مديني كل إلمنت الموجود في أنا هأدرس لا؟ طبعاً لأ المفروض هو بس يديني البس أدرس يعني يديني أنا الأريو بتاعي متسيف من أول إيه؟ من أول الأدرس اللي اسمه مي أنا بقى أفضل طولة بعد كده أقول إن الأريو إن الإلمنت اللي بعدي متسيف فيه من نسبة للمية فإن لو الأريو في زيرو متسيف في مية يبقى كده الأريو في واحد متسيف في مية واربعة والأريو في اتنين متسيف في مية وثمانية لإيه؟ لأن أنا قلت إن الميبس يعتبر بايت أدرسة بالميموري يعني هم ما بيبقاش مية مية وواحد مية واثنين لأ كأنه بيقرأ كأن إنت بتاخد الاثنين وثلاثين بيت دول تبدأ تحطوهم فوق بعض فأنا معايا دلوقتي الميمور هي ده الأدرس اللي اسمه مية المفروض يكون فيه هنا اتنين وثلاثين تمام؟ لأ بيروح هو مقسمه لأربعات أربع اتنين وثلاثين بتقسمها لأربع يعني كل إيه؟ كل تمانية بيتس هيتحطو في حاجة كيف أنا دلوقتي عندي دول تمانية خليدي نقول دول تمانية بيتس ودول تمانية بيتس ودول تمانية بيتس ودول فالأربع دول هم اتنين وثلاثين فهم يعتبر في الأخذ بالنسبة لي أدرس واحد بصرف النظر بقى انت حاطت هنا مية وواحد مية واثنين مية وثلاثة المفروض اللي بعد كده الاندكس اللي بعد الأربع دول هيتحط فيه المية واربع كمام؟ لأنه هو له طريقة كده معينة أنه ما بيقراش الـ 32 كلهم مرة بحت بيت قدرس المموري يعني ما بيقرأ بيت بيت بس انت مش محتاج تعمل أربع تقوله قرأ لبيت الأول نية وقرأ لبيت التانية وكذا لا أعمل بس قرأ لي الحاجة اللي عند المية هو الواحدة هيقرأ الأربع دول بس إن جنرال يعني لو أنت عندك اندكس لو عندك قري موجود عند مية أول حاجة فيه في مية فاللي بعده في مية واربع اللي بعده في مية وثمانية لأنه هو بيت أدرس المموري يعبر عن الـ 32 في أربع بيت طيب فأنا أعرف مينين بقى المية واثناشر دي أو أنا عندي ناصل من مية واربعة تمانية مية واثناشر المية واثناشر دي جت المفروض أنها جت لها علاقة بالثلاثة كمام؟ فأنت هجيب بيز أدرس أنا عايز أجيب الأدرس بتاعه على الـ 3 أعرف المية واثناشر دي جت منية فهتحط الـ 3 أدرس هتقول زائد الثلاثة فأربعة الثلاثة دي اللي هي الإندكس الحالي والأربعة اللي هو دايما عشان أنا كل شوية بعد أربعة مية واربعة مية وثمانية فأقول ثلاثة فأربعة ثلاثة فأربعة باتناشر وأضيف عليها مية داتني مية واثناشر طبعا أنا من غير أي حسابات شايفة إيه؟ شايفة إن الثلاثة الأدرس بتاعها مية واثناشر بس أنا عشان ما عودش أحسب كل مرة فبحط رول عندي إن لو عايز تجيب الـ array of i عايز تجيب الـ address of array of i فبعبارة عن الـ base address ما له الـ array of address زائد الـ i فاربعة تمام؟ يعني لو فردنا مثلا عايزة أعمل loop على الـ element في الـ array لو عايزة أعمل loop يبقى أنا عايزة أقول إن الـ element الأولاني أو الـ element رقم i الـ address بتاعه base address هذا الـ i فاربعة تمام؟ فدي فكرة الـ array إيه هو الـ array وإيه الـ indices بتاعته وإيه الـ addresses وإزاي إن أنا ممكن أقرأ الـ element بتاعي وإزاي ممكن أقرأ الـ address بتاعي طيب فده كده مثلا زي ما أنا كنت شرحة عندي هنا الـ array عندي هنا الـ array of zero array of one array of two array of three الـ array of zero موجود في الـ address ده array of 1 موجود في الـ address نضيف عليها 4 array of 2 نضيف عليه 8 وهكذا ده معنى الـ array ويعتبر الـ base address هو اللي فيه الـ first element في الـ array هو اللي فيه الـ array of zero ناس؟ لو يجي يقولك الـ base address هو كذا أعرف إن ده معنى إن أول element هو موجود في العنوان ده وإنت بقى تحسب بقى بعد كده كل اللي بعد كده موجود في عندي عنوان طيب خليني مثلا أشوف كود زي كده وأشوف مثلا ممكن أعرف arrays زي وزي إيه الحاجات اللي ممكن أحتاجها عشان أتعامي مع الـ array الـ instructions اللي ممكن أحتاجها عشان أتعامي مع الـ array طيب مبدئيا أنا قلت إن أنا الـ array موجود عند base address معين فأنا لازم أجيب الـ base address فالمفروض إن أنا عشان أجيب الـ base address والـ base address زي ما إحنا شايفين خليني مثلا كده زي ما إحنا شايفين هنا الـ base address ما له متسيب في 32 بيت الأدرس نفسه 32 يعني أنت الـ array of zero بتسيب في 32 والأدرس نفسه متسيب في 32 أو في العموم يعني الأدرس بتاع الميموري بيكون 32 بيت أنا دلوقتي عايز أقول إن أنا الـ array of zero موجود هنا موجود عند الشكل معين أو الأدرس معين بلازم تسيبه فسيبه في register تمام؟ بس حتى وقتين هذا إحنا ما خدناش instruction تخليك تسيب تخلي الـ register يشيل 32 بيت أنا مثلا عندي عايز أقول add مثلا S1 S2 S3 عايز أعمل إيه؟ عايز أخلي ده وده يتجمع على بعض ويتحطه هنا تمام؟ طيب ماشي لو لاحظنا هلاء إن الـ instruction اللي اسمها add يعتبر R type تمام؟ R type يعني بتقول لك إيه حطيلي 6 6 وبعدين 4 خمسات هنا يعني إيه؟ يعني الـ S1 لو فرضنا طبعا أن أنا خلي مثلا أقول هنا S2 S3 S1 S1 دي هتحط فيها خمسة بيت ودي خمسة بيت ودي خمسة بيت يعني إيه اللي بيحصل؟ يعني الـ add instruction بتخلي الـ register ده بيتسيب في خمسة بيتس بيتس أو يتسيب فيه خمسة بيتس بيتس ما فيش instruction بتقول لي إن انت عايزة أحط في الـ register ده 32 بيت أنا عايزة أقول هنا إن الـ address اللي اسمه S1 عايزة أحطي فيه 3 عايزة أحطي فيه 4 فمش هينفع ما عندش instruction تقول لي خلي في الـ register ده 32 بيت تمام؟ طيب أنا بقى حتى لو عملت أد آية أو كذا طيب عايزة أحط في الـ register ونفرد S0 عايزة أحط فيه الـ address بتاع أول element في الـ array ونفرد بس نقريه في 0 عايزة أحطه الـ address بتاع الـ array في 0 عايزة أحطه في register في إيه اللي أنا ممكن أستخدمها علشان أسيب في الـ S2 32؟ طبعاً هو في الـ general يعني المابس بتاعي عامل كده عامل عندي هنا S0 S1 ومثلاً نكمل S2 وكذا طيب أنا هنا S0 وخلينا مثلاً نقول يعني على سبيل المثال يعني لو الـ S0 موجودة في الـ index 0 والـ S1 موجودة في الـ index 1 فأنا معايا 32 بيت أو 32 register address فأنا سيف فيهم instructions وعندي الـ index 0 لغوية الـ index 31 كل element في الـ S1 ده ينفع يشيل 32 بيت ينفع يشيل 32 بيت بس أنا لغوت وقتنا هذا ما أخدتش ولا الـ instruction تسيف في الـ S0 32 تمام؟ بيسيف بس خمسة طيب أنا عايزة أدور على الـ instructions تقول لي إن ينفع حط في الـ S0 32 بيت طيب فيه instruction اسمها load upper immediate أنت بيكون عندك أدرس مثلاً ده الأدرس الأدرس بتاعك هو عايزة أقول إن الأدرس ده يتحط في S1 أنا عايزة أوصل لكده فهعمل إيه؟ أول حاجة بلود أبر immediate يعني باخد الأبر الحاجات اللي هي في الأربعة اللي في الأول اللي في الآخر دول اللي واحده بيقول له أنا عايزة أقرى الـ 10000 تمام؟ بقول الـ S0 عايزة أحط فيها الـ 10000 بيتحط فيها طيب بعدين اللي معاك ده طبعاً اللود أبر immediate لما بيجي لها رقم زي كده هي ضمنياً بتروح عامل إيه؟ بتقولك الـ S0 يا سيدي فيها مش في 10000 لا ده فيها 10000 اللي هو الأربعة الحاجات اللي هيحطها وروح هو مكمل الباقي بصفور 0000 ده اللي بيحصل ان انت هتحط في الـ S0 32 بيت بس اللود أبر immediate بتسايف لك الايه؟ الـ 16 اللي في الأول أو 16 اللي على الحرف يعني تمام؟ طيب وبعدين انت أنا عايزة برضو الـ elements دي كلها تبقى معايا في الـ S0 هعمل إيه؟ هعمل OR OR INSTRUCTION اسمها OR بتعمل ORING اللي الرقم ده الحاجة اللي نتجه من اللود أبر immediate هتعمل لها ORING مع الباقي اللي هو 7000 فهتحط كده 7 00 00 وتروح هي ضيفة هنا إيه؟ صفار تانين هي الـ OR بتعمل كده لو الرقم ما بيكملش 32 بيت بتبدأ هي تحطه بتكمله هو يعني فلو عملت ORING الـ elements دي هلاقي مثلا الـ صفار 3 صفار 3 صفار هاي بقى 3 صفار سفر 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 السابعة طبعا دي بتتترجم بك هكسدسمال مثلا 3 وحيد أو حاج فهو بيقوللك دولاتي عندك 3 وحيد بتعملها ORING مع 3 صفار هيبقى 3 وحيد هينزيله لان الـ OR بتعمل ايه؟ بتاخد الـ الـ هنا مثلا عندك ثلاث تصفار هعمل له نجو اورنج مع ثلاث تصفار هيبقى ثلاث تصفار بعد كده الواحد ده اللي هو مفروض ترجمته في واحد ثلاث تصفار فهنحول ده عمل له اورنج مع ده يبقى واحد اتمنى يكون اللي انا باشرخه ده مفهوم انا علشان ابدأ اشتغل مع الري لازم الوضع البيز ادرس والبيز ادرس بيكون 32 bits فانا بحاول ادور على الانستراكشن بتقول لي انا عايز احط في الاسس 0 32 bits مااخدناش حتى وقتنا هذا الانستراكشن بتحط فيه 32 bits بتحط فيه بس الخمسة bits 6 bits او اي حاجة فعشان اعمل حاجة زي كده محتاجة اتعامل مع اللوض عبر الانستراكشن اللي هي بتاخد الابر الابر من الادرس وبتبدأ تضيف عليهم اسفار على اليمين يضيف عليهم السفار على اليمين بعدين الناتج بتاع الور الناتج بتاع اللوت أبر الميديت بعمل له أورينج مع الجزء التاني من الأدرس فالور بتعمل بتحط لك الجزء اللي انت عايزه وبتروح هي ضيفة السفار على اليمين طبعا اليمين حسب احنا هنجلش والعربي بس الموم يعني بتضيف السفار هنا طيب لو عملت أورينج للحاجتين دول مع بعض هيروح مديني واحد سفر 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 سبعة سفر سفر طبعا انا واضح ان انا مزودة سفر هنا مش فهيبقى الاس زيرو تسيف فيها الحاجة دي فعشان اللوت محتاجة اتعامل مع والور اي عشان اقول ان الاس زيرو فيها ثلاثة فيها الاثنين وتعاتين بت طيب خلاص انا عملت لودينج للبس ادرس وعرفت ان الاس زيرو فيها البيس ادرس محتاجة اعمل ايه محتاجة اقول له هنا بيقول لي الاريو في زيرو اضربهولي في تماني فانا لازم اتجيب الاريو في زيرو ايه الحاجة اللي بتخليني اقرح حاجة من الميموري حين طبعا ان انا اقيلة ان الاريو في زيرو موجود في الميموري ادي الاريو في زيرو فانا اعمل كده انا اصلا معي الميموري هنا وادي الرقم اللي اسمه 3 صفار ده 3 صفار 7 انا اقل انا اقل انا 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 ا ايه تجيرو فيها ايه فيها صفر 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 سبعة ونكمل طبعا انا ما بشي بكمل بش ان هو ايه رقم طبيعي صفر 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 واحد تمام آآ صفر 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 واحد ده الادرس فانا هنا عند ده الميموري وهنا الميفس الميفس ريجسترز الميموري بتقول زيفة الريف زيرو في الادرس ده وانا قلت له عشان اتعامل معه السم قلت سيفة الادرس بس فين في الاسي زيرو عايزة عملين عايزة اقول له انهات لي من الميموري الحاجة اللي جوه الريف زيرو عشان اقر حاجة من الميموري محتاجة اقول load word بدلها المكان اللي انا عايزة ااخد منه وبدلها انا عايزة الناتجة تحط فيه يعني مثلا لو فردنا ان الريف زيرو دي فيها عشر انا عايزة اقول التي واحد خلي فيها العشر التي واحد خلي فيها العشر او خلي فيها اسمه الريف زيرو الريف زيرو طبعا ايه يعني التي زيرو شايلة التي وان شايلة اوليس دي شايلة الادرس لكن دي شايلة القيمة اللي جوه الادرس طبعا انا هنا بقول له انا عايزة اجيب القيمة اللي جوه الادرس فانا هروح للمكان اللي فيه الريف زيرو وهبدأ اعراء عشان احط الناتج في الايه في التي وانا بقرأ ازاي بلود وورد طب عرفت ان اللود وورد الحاجة اللي بترى من الميموري عرفت ان التي واحد هي الديستيليشن او الحاجة اللي هتحط فيه النتيجة ايه ده بقى؟ هنا دلوقات بقول لك صفر وبين قسين يعني ايه يعني شوف انت الاس زيرو فيها ايه الجمع ل عليها 0 الجمع ل عليها ايه 0 يعني عايز الارريف زيرو طبعا الرقم ده او لو جمعت عليه 0 هيبقى هو او فانا عايز اقول له ان هاتلي الحاجة اللي جوه اه جوه الارريف زيرو بفرض مسلا الارريف زيرو في عشرة فيبقى انا هاجي هنا الاستثناء فينديم عليها ان الارريف زيرو انا دلوقتي مسك مسك كوميتها ليه بعاشر عايز تعمل فيها ايه عايز اضربها في تماني اضربها في تماني يعني shift lift shift lift logical بضرب العشرة اللي معايا او الحاجة اللي كانت موجودة في الف zero بضربها في تماني يعني بعمل shift lift بايه باثنين لانها عن طبعا ايه T1 بضربها لعمل shift lift logical مع انها بضربها باثنين او ثلاثة بحط هنا الكمل ليه ايه البور بتاع الاثنين shift lift logical T1 وثلاثة يعني اضرب لي T1 في اثنين او ثلاثة والناتج ناتج حطه لي في T1 يعني T1 بيبقى T1 بيساوي T1 بضربها في تماني دي الايه الستماني دي بعد ما طلع الرقم افرد مثلا ان عشرة في تماني دلوقتي انا معايا تمانين يعني T1 T1 دلوقتي المفروض اني فيها ايه آآ الكومة تعدلت بقى التمانين كان فقى عشرة بقى التمانين وانا اقول كانت كانت عشرة وبعد ما عملت عملية الضرب اتغيرت بقى كان بقى التمانين يبقى T1 فقى تمانين حانا اعمل كده دي انا اتلغت العشرة وبقى التمانين عملت اللي ان انا قلت له في الاخر حطه هالي في T1 فالT1 هتبقى تمانين هعمل ايه بعد كده عايزة ااخد التمانين دي هو هنا بيقول لي قريه في زيرو بيساوي قريه في زيرو في تمانية يعني قريه في زيرو اضربو لي في تمانية وبعدين حطه لي فين قريه في زيرو يعني حطي لي هنا برضو آآ تمانين طب انا هنا كنت خلاص خلت التي واحد بتمانين بس لسه مروحتش في الميموري وعدلت هنا تمانين معدلتش فانا محتاجة ااخد القيمة دي وعمل لها ستورينج هنا صح؟ ازاي بقى بسطور قيمة من الميبس ريجستر للميموري بالستورورد فين؟ تقول له انا عايزة حط حاجة في الميموري هتحط ايه؟ هتحط التي وان هتحطها فين؟ هتحطها في الايه؟ في الزيرو والإستورورد تمام؟ وده معناه ان الريو في زيرو بيساوي تي وان يعني المكان اللي موجود في الميموري اللي شايل فيه الريو في زيرو حطيلي فيه تي وان يعني دي الرقم ده تمسحه بقى ثمانين بس دي الايه الستطمين يعني علشان اعمل الري محتاجة ألود البيس أدرس محتاجة أعمل لود وورد محتاجة أعمل استورورد تمام؟ يعني هو يعني مش دايما مش دايما انت بتحط الحاجة اللي جبتها بتروحها في نفس القرية بس خدا نشوف بس الامثلة بعد كده أنا مثلا ممكن أعمل حاجة زي كده ممكن أنا عايزة بس أرى الايليمنت وأحطه في فاريابل تاني فلما لما أرى الحاجة أعمل لود وورد لما أحطها في فاريابل تاني مش محتاجة أعمل استور لأن أنا مش بستور في القرية أنا بستور في فاريابل تاني فلازم تعمل لوت بس مش شرط تعمل استور تعمل استور لو أنت عايز تفط في القرية تاني طيب لو عايزة بقى تنفذ دي نفس اللي أنا عملته أعمله بالظبط بس الفكرة بقى أن الاندكس يتغير أنا كنت قلت إن لو أنت عايز تجيب الأدرس الأدرس بتاع بتاع أي المنت في القرية يبقى الأدرس بيساوي البس أدرس زائد إيه زائد الآي فاربعة إيه الآي فاربعة يعني الحاجة اللي موجودة هنا هضربها في أربعة تمام فلو أنا معي واحد يبقى الأدرس هضربه في أربعة وبعدين هبدأ أجمعه على البس أدرس طبعا أنا أجمع دي بالفكرة إيه إن أنا عندك حسين هنا بس حسين واربعة يعني أنا بس الجماعة أربعة المهم أنا دلوقتي عايزة جيب الأدرس الجديد أو الأدرس أنا عرفت أجيب الأدرس بتاع القرية في زيور عايزة جيب الأدرس بتاع القرية في واحد تمام قروا اللي عندي بتقولي أنت عايزة جيب أدرس في أي ألمنت بتروح قايل إن البس أدرس زي ال 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 فأنا عايزة أعمل إيه أول حاجة لازم ال ال لو أنا كن عندي في شيل الزيرو عايزة يبقى معي عايزة بقى معي واحدة أول تمام طيب يعني أنا دلوقتي افرض إن أنا ال i بتاحتي أو إن أنا معي واحد خلاص عايزة أقول إن أنا عايزة أروح للقرية في واحد ده أعمل إيه هقوله 44 S0 44 S0 يعني إيه مش أنت ال i بتاحتك واحد ال i بواحد لو ضربت ال واحد لو ضربت فواحد أوضبت فوربع هتبقى أربع تمام يبقى أن دلوقتي معايا رقم اسم اربعة هو ده اللي انا عايز احطه في حتة دي تمام طيب طبعا انا لو جالي بعد كده اريه في عشرة يبقى العشرة ده في اربعة تبقى اربعين فانا حط ساعته حطة اربعين هنا فالcurrent index اللي عندك بدربه في اربعة فانا معايا اريه في واحد فايبقى معايا اربعة وبعدين اعمل ده اللي اسمه البيز ادرس طبعا نعمل كده عشان الاربعين دي مش معنا طيب ايبقى معايا اربعة وهذه الاسي زير فبقول لو انا عايز اريه في واحد بقول لود وورد لود وورد اسي زير واربعة يعني جمع لي على اسي زير واربعة وبعدين الناتج بطولي فين في التي واحد طبعا لو كان معنا المبسي تاني فانا هنا معايا التي واحد التي واحد هيتحط فيها قيمة الاربعين في واحد طبعا افرض مثلا كده عشرين للوقت فيها عشرين لي افرح هم طبعا عايز الاربعين في واحد اضربها لفتماني فيعمل شفتي الفت لوجيكل بتلاتة شفتي لفت لوجيكل لل تي وان وتلاتة والنتج يضمرول لفت ي وان يعني اضربها لفتمانية ويضرب لي النمي بالناتج برضو في نفسك 80 ينطdid 20 في 8 مثلا ب shooter مية ستين فو الى يحصل هتلاقي انة تي واحد ب longue واحد ب 1600 طبعا بعد ما انا عملت الاربعين و ein طرابتها في 8 بيقول لي إن الريف 1 بيستوي الريف 1 في 8 يعني بعد ما تخلص سيبني الحاجة دي فين في الريف 1 يبقى هامل استور وورد عايز استور ايه عايز استور تي واحد عايز عمل لها استورينج فينة عايز عمل لها استورينج في نفس الادرس الريف 1 حطها في الريف 1 يبقى معي 4 وستيسيون تمام ده الريف عشان تعمل مع الريف لازم ألود البس ادرس ولازم أعمل لود الألمنت وبقى عارف الأدرس بتاعت كم بالزبط لو أنا أول الألمنت فهنا بيكون 0 لو أنا الألمنت بعد كده بتشوف الاندكس اللي انت فيه هو 4 و 4 لو الريف 1 يبقى 1 و 4 لو الريف 2 يبقى 2 و 4 فساعتها حط هنا كم حط هنا 8 طب لو الريف 3 3 و 4 و 12 ساعتها حط هنا كم حط دي حط هنا 12 يبقى الريف 100 يبقى 100 و 4 و 100 بقى حط هنا 400 تمام طيب ده بالنسبة ليه الريف طب افرد ان هو دلوقتي عايزك طب احنا كل اللي فات ده احنا بنتكلم على يعني بس عايزين نفهم يعني الريف أو زي انا لو تاخد بالك ان انا ما جيتش في مرة قلتلك ان الريف ده فيه ايه انا عام لقولك افرد ان فيه عشر افرد ان فيه عشرين طب افرد انا دلوقتي عايزة حط في القرية ده قيم هي دي بالزبط اللي انا عايزة تعمل عليها بعدها طلعها نتائج مش يعني مش كل الطالب وراحته يعني انا عايزة احطها بعشرة وبعشرين لا انا بقولك ان الريف فيه كذا فلو انت عايز تعرف الريف وتحط فيه المس معينة انت الريف فيه قيم دي تبدأ تقول dot data array dot word القيم دي يعني ايه يعني انا عايزة اعرف فيه الكود بتاعي انه فيه section فيه variable هيتعرف بس الـ variable ده هيكون بتاعت في الميموري تمام بقول array dot word يعني عايزة عرف word جديدة وحط وانا اتصرف بحيس ان الريف بقى فيه 11 9 17 14 19 19 تمام طبعا دول خمسة elements طيب عايز تعمل ايه في الحاجات دي عايز اعمل loop عايز اعمل loop بحيس ان انا عدي على 5 elements و كل elements هيبقى عندي هجمعه على الـ sum والنادي هحطه في الـ sum يعني ما عايز رقم اسمه 0 الـ 0 هجمع عليها الـ 0 هيبقى معيها الـ 0 حطها الـ variable بعدين اللي هو مسلا دلوقت يبقى 11 هاجي اخلص اللوب اكمل اللوب معي 11 اجمعها مع 9 فطبعا 20 20 حطها لي في الـ sum فالـ sum في 20 ارجع تاني اخش في اللوب الاقي 20 زي 17 وكذا فده الهدف من الـ كياني بعمل بعمل solution لكل element الموجودة في الـ الـ واحدة واحدة كده انا عايزة اعمل يعني عايزة اعمل حاجة زي كده اعملها زي بالميبس كما اتفقنا اننا عشان اعمل يعني بلود البيز ادرس لازم اعمل لود ابر اميديا و ار اي تمام طيب هنا هو عمل لود ابر اميديا وعمل اللي واحد صفر 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 دي الطبيعي ان الـ س0 دولت فكام given الـ س0 هيبقى فيها واحد واحد صفر صفر واحد ويكمل بعدك كله بصفر طيب افرض ان الـ كان كده يعني الـ دلوقتي بتاعي كان كده هل محتاج عمل ار اي مش محتاج لانه اصلا عمل ار مع 0 مع الرقم ده بس احنا ممكن نعملها برضو عادي يعني انا دلوقتي معايا الـ هو ايه اللي ان ده الـ 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 للجزء ده جزء ده بس فهتلاقي الـ 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 انا عايز اعمل الـ لود الـ الاكواد كلها تبقى زي بعض انا ما عليش دعو ان تقول لود أوبر ميديا و or i ما فيش مشكل عايز اعمل لود or i هاخد الجزء التاني ده وحط معايا فمعايا 0 0 0 0 0 وكمل الباب ايه 0 0 0 0 0 0 0 0 الاتنين دول مع بعض عمل لها or هتطلع لك ايه هتطلع لك اربعة صفار وبعد كده 1 0 0 1 0 0 0 يعني عملت or ما عملته مش هتفرق بس في الحالة دي لما يكون الجزء ماله الجزء اللي في الاول ده كله صفار طيب فانا دلوقتي عملت or i كونت ال base address وفي الاخر بتلع base address بتساوي المنت فال s0 دلوقتي بتساوي base address طيب طلصت انا ال statement دي ان انا عايز اعرف variable وعايز ابدأ load base address طيب تاخد بالك هنا انه بقولك انت sum بيستاوي 0 انت i بيستاوي 0 ومثلا ال i اقل من الخمس فانا دلوقتي معايا variable اسمه 0 وvariable تاني اسمه 0 وvariable تاني اسمه 5 او يعني variable اسمه 0 وvariable اسم i شايل 0 وفيه رقم تاني اسم 5 فانا محتاجة اعرف ال elements دي كلها محتاجة اعرف عندي بحيث ان انا اقول ال i بيستاوي 0 الصم بيستاوي 0 وعرف variable التاني بيستاوي 5 وسايف ال i في اس واحد وسايف السم في اس 2 والخمسة دي اسمه في اس 3 طبعا انا بسايف الخمسة دي عشان لما اجا كارن بعد كده سيت لزان مسلا بكارن ريجستر ببعض سيت لزان طبعا في سيت بس احنا ما اخدناش فالسيت لزان اللي انا اواخدها تاخد 3 ريجستر فلازم سايف الخمسة دي في ريجستر بس هيب ريجستر ازاي باي باي او امام فانا مبدأ اعرف ال عندي اللي انا محتاجها مبدأ اعمل فانا عندي السم اا ال اي هيسايف ها في الس ون والس ما هيسايف فيها الرقم الاسم خمس اوكي طيب ماشي انا كده بس بشوف اين الحاجات اللي ممكن احتاج لضو دلوقت انا بدأتش في اللوب عايز اعمل لوب فانا هعمل لوب ج لوب طيب ما اتفقنا عايز اعمل لوب فبعمل لوب ج لوب أو ج وائل أو فور أو ج فوق اول مفكر او ان انا لقي كود في وائل أو في لوب يبقى لازم نعمل لوب ج لوب طبعا الاسم اللوب ده يعني الابل ده ممكن براحتك يعني لوب وائل اتريشن براحتك يعني بس طبعا تبقى هنا لوب والتحت تبقى نفس الاسم لو لوب يبقى ج لوب اتريشن يبقى ج اتريشن طيب اا عايز اعمل ايه في اللوب عايز اعمل الحركة دي والحركة دي فيها الري فانا عايز اقر الاسم الري في زيرو وبعدين النتج بتاعه اجمع على صم وبعد ما خلص اجمع كله ده في الصم وارجع في اللوب تاني طبعا احنا متفقين ان علشان ابدأ اعمل لوب لازم اعمل اعمل الكونديشن اللي بخرجن من اللوب الاول فايه الكونديشن اللي بخرجن من اللوب بقول اي اقل من زيرو كممم فانا دلوقتي معايا الاي بزيرو لازم اقرأ اشوف الاول هل الزيرو اقل من خمسة فالزيرو مش اقل من خمسة وبعد هين ده اللي هيدخل باللوب طب امتى اخرج اللوب لوكات الاي مش اقل من خمسة اكبر من الخمسة او بيسوي تمام فطالما عندي اقل يبقى انا لازم استغل بسمها ست لزان بقول ست لزان مين بقى ومين الاي والخمسة اقارن الاي بالخمسة الاي مساب في الاس واحد والخمسة مساب الس ري فاقارن الاس واحد بال الس سري بس طبعا احط الس واحد الاول لان عندي اي اقل من خمسة هيبقى الس واحد والس سري اقرد ان اشوف دي اقل من دي ولا لقى واطلع الناتك بالتين ود بسر طبعا التين ود ممكن يطلع لك ايه زيور اول ما معرفش انا انا معرفش انا انا معرفش انا دلوقتي عشان اعمل عشان اقارن قلت سيتل ازان الس و الس الس سري والناتك وحط الف ت zero ممكن تبقى zero ممكن تبقى one ده اللي هيدخل نجوه اللوب يعني one يعني اقلم من بعض اي قل من zero لو اي قل من zero اي من خمسة هدخل في اللوب طبعا انا عايز اخرج من اللوب فبشوف بقى الت zero بتحتي بتساوي zero ولا لا لو الت zero بتساوي zero ابدأ اروح لل done يعني ببدأ اشوف ال الى طالعني وارح ايه حط ال done بعد اللوب ده 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 بتاع اي لوب لسه انا مدخلتش جوه اللوب ان انا اقرى وال المنت وازوودوا كل شوه بخير خلاص فبلود ال base address وبعرف كل اللي عندي وبعد كده بعمل لوب ج لوب بعدين ببدأ اشوف الكونيشن بخرج من اللوب وبعمل ايه لابل 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 طيب دلوقتي بقى المفروض من السطور دي هي الحاجات اللي انا عملها جوه اللوب سطور تبقى فيها ايه ولا بتقول ايه طيب انت عايز تعمل ايه عايز اجيب ال array of i طيب انا المسال اللي فات كان array of zero طيب عارف ان انا عايز ال address بتاع zero هي بقى ال base address طيب array of 1 4 وافتح وحط base address طيب بفرض مثلا array of 2 وكذا فانا المفروض احط rule واقول انا المفروض كل حاجة مش انت عايز تجيب ال address ال address بيساوي base address زائد i 4 فانا عايز اعمل حركة دي عايز اعمل i 4 يعني عايز اجيب address بتاع array of zero array of i لازم مدرب i 4 فال i دلوقتي ما سيب هين في s1 اعمل shift lift logical لل s1 و2 يعني اضرب 4 وبعدين النتيج هحط 30 اوكي يعني لو معانا لو معانا شكل كده وهدي ال array ال array هو عرفة 11 وهدي 9 وهدي 17 تمام والادرس هنا اللي هو 30 ولا 40 بعدين 1 0 0 1 ده ال address وعندي هنا المابس بتاعتي فيها ال s0 وال s1 وال s2 وال t0 تمام ال s0 ال s1 ال s2 معرفش بقى في s3 ما عرفش هنشوف ها هدي s3 وهدي s4 وهدي ال t1 ال t1 ويقول لك انت حطيلي حطيلي ال s0 وخليها تشاور على ال biz فهنا ده هيشاور على ده الشاور يعني هيبقى فيه 1 00 1 4 تصفو تمام طيب ال s1 فيها ال i قدي ال s1 فيها ال i ال s2 فيها ال sum طبعا ممكن اقول ال i بيساوي 0 طيب ال sum بيساوي 0 ال s3 فيها 5 طيب ال هنا بعمل ايه بشفت lift logic ال s1 و2 يعني خلي i باربعة لا ال i ده ال i ده الو بزيرو ضرب هالي باربعة كده اطلع لك بزيرو اوكي معلش احنا هنضرب باربعة بس مش هنسايف ال natict s1 هيدرب ال s1 في ال s1 فياربعة بس هيحط ال natict في كام ال t نود هيحط هنا عن ال t نود ال t نود هيبقى فيها 0 ليل انت ال index اول بزيرو فزيرو اهي زيرو دي الزيرو دي هنضرب ها فياربعة هيبقى زيرو زيرو 0 فاربعة واحد واثنين وحوطيني ال natict بتاعها في ال t 0 تحط في ال t نود زيرو اعمل ايه بقى بعد كده عايز اقول ان ال address الجديد مفروض ان ال address الجديد بتاع دلوقتي انا بس كنت بعرف ال address الجديد وكيف عرفت ان هو 0 مفروض كنت اقول اقول load address load word ال s 0 يعني ممكن السطرين دول طبعا لسه مش رح تقومش بس انا الطبيعي ان انا عرفت ال i الجديد اللي هاد رب بتاع 4 عام ايه اقول load word s 0 و مين وال t نود صحة كده و انا عايز احط هنا ان انا عايز اجمع ال s 0 عايز اجمع عليها t نود عايز اجمع عليها ال 0 طبعا انت مفروض تقولي اللي حط 0 ما اقول لك لا ما انفعش لان انا كل مرة كل شوية بتغير الاي بتتغير فانا معرفش تي 0 هيبقى فيها ايه فاش اقول 0 كلمة 0 ده حط رقم هيبقى سابت مش هيبقى دور دي كزا والنادج بتاعي حط لي مثلا في ال s 4 طبعا اتلاحز ان انا لو جيت اعمل ال statement دي دي دفاع غلط لان هنا الجزء ده تحط في immediate انا حط في تين وما ينفعش فلاحظة واحدة بس دلوقتي انا جزء ده عايز اجيب ال rf 0 كنت بعرف كيف ال rf 0 بشكل واضح بقول 0 و 0 كنت بعرف كيف rf 1 4 و s 0 وكيف المثال اللي فادي طبعا دلوقتي عايز اجيب array of 0 فهعمل load word a load word a بالظبط يعني s 0 وهجمع عليها ايه هجمع عليها ايه هجمع عليها صفر يعني هتبقى صفر ولا هجمع عليها 4 ولا هجمع عليها 8 ولا ايه لما ان هي كل رقم هنا ثابت انا مش عارفة ايه هو الرقم الثابت وفي نفس الوقت لو انا حصل وعرفت الرقم الثابت ما ينفعش اقول ايه الرقم الثابت ده ما سايف في s 0 وراح اقول لك مسلا حطي هنا s 1 ما ينفعش ما ينفعش احط في الحتة دي register وبعدين انا اعمل دلوقتي انت كنت عايز تجمع التي 0 انت بتعمل كده علشان تجمع التي 0 مع الس 0 اجمعهم عادة يعني اجمع اجمع التي 0 مع الس 0 بالانستركشن اسمها اا بالانستركشن اسمها add وحط الناتج في تي 0 وبعدين قول لي بقى اروح لي عند التي 0 والزيرو يعني ايه يعني انا خلاص جمعتهم مش محتاجة ان انا كلمت باللود وورد الاستركشن ده لود وورد ريجستر او اميديات واس 0 لا هجمعهم انا بنفسي مش عارفة عملها باللود وورد هجمعهم وبعدين اول الود وورد يا سيدي للزيرو والتينوت ده الادرس الجديد اوكي بدل الاس 0 وبعدين هتحط الناتج فيه هتحط في اس 4 بين اس 4 اس 4 هتحط فيها الحاجة التنية التسعة مثلا الاس 4 فيها 11 تمام بعدين اعمل ايه بيقول لك الري انا كده كل ده بجيب دي بس كل ده بجيب دي بس بعدين بقول له سم زائد الري يعني اجمع لي على السم الري في الري الصم موجودة في اس 2 فاعمل اد الاس 2 مع الاس 4 اللي هي الناتج بتاع دي دي ودي هجمعهم على بعض لانه بقول لك الري 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 محلي مع السم وانا قلت الري في زير السايفة في اس 4 او الري في والسم متسايف في اس 2 فاجمعهم على بعض ادي اس 2 ودي اس 4 جمعهم مع بعض الناتج بتاعهم بحطهم مسلا في اس 2 لما جمعهم مع بعض اللي بقت انا معي 11 والسم بزيرو فيبقى السم فيها 11 فيبقى فين السم يبقى دي فيها 11 بعد كده اعمل ايه ما نساش الاستيب الرئاسية بتاعت اللوب هو ان انا بانكريمنت الكاونتر اللي هو اي اقوى اي بلاس 1 يعني اجمع علي عليها واحد فين الاي الاي باس واحد كمام الاد الاس واحد ضيف عليها واحد والنتج حطهولي في ايه في اس واحد طبعا انا بقول اد اي لان انا ضيفت رقم سابت وابدأ اقرر اللغة دلوقتي انا اريت معلش اريت الادرس ده بعدين جمعته على الالمنت ده بعدين حطته في الالمنت ده وانا بحط كده محتاجتش اعمل استورورد لان انا بحط في فهعمل نودورد بس هعمل نودورد وبعدين هعمل اد وبعدين هحط الحاجة دي جوة لصم طيب بجيب اولد اجيب الالمنت ده ازاي لما انه هو متغير فانا محتاجة كل شوية بقى معايا الادرس ادرس اه مثلا صفر واس زيرو تمام اربعة واس زيرو تمام يا فانا محتاجة حط في لو انا عايزة ارى المنت في الري محتاجة حط رقم هنا سابت لابعنا مش هينفع حط هنا رقم سابت لان الرقم بتغير تمام وده لو كنت عايزة اجمع الاليمنت في الري او عايزة فانا محتاجة عشان اجمع الاليمنت في الري ان انا او حط اضرب الاليمنت في الري اعمل فأي حاجة محتاجة اعرف كل شوية الادرس الجديد ايه فمش هينفع حط زيرو مش هينفع حط ربعة مش هينفع حط تمانية لان ده رقم انا شايفة انه ها يتغير في كل لوب فلازم اتصرف ممكن اسأل نفسي انت بتحط الرقم ده ليه هنا وهنا عشان في الاخر اجمعهم على بعض تم تعمل الادشن بانستركشن انا ممكن اعمل ايه ممكن اعمل الاد بنفسي ايه اوكي واكون ادرس جديد لما جمعت الصفر مع الاس زيرو اتكون لي مثلا ناتج حاطته في لما جمعت مثلا الاربعة مع اص زيرو طلقات لاناتج حاطه في تنود اعلمني لما الادرس الجديد تحط في تنود ادرس الجديد تحط في تنود ساعتها ممكن اعمل لودورد ايه لودورد تنود وزيرو يبقى انا هاجمع على الادرس الجديد اللي انا كونته وزيرو يبقى انا مشيت بتاع الودورد عادي بس بعد ما كنت اصرفت وايه عملت الحركة ده تمام ده اللي حاصل في الجزء ده ازاي اقرأ صفر والبزورد والبز ادرس او اربعة والبز ادرس تمانية والبز ادرس طب عايزة اقرأها في الري كل شوية حاجة بتغير اجمع اخلي الاي تضرب اربعة وبعدين اجمع عليها البيز ادرس هيبقى هو ده الادرس الجديد تمام الادرس الجديد لما الادرس الجديد ده يقى معايا ابدأ احط هو ده اللي اتعامل معايا واقول الودورد الودورد الزيرو والادرس الجديد تمام وصيفولي مثلا في تي واحد تي اثنين معرفش اي حاجة بقى خليها مثلا صيفة هو ده لو انا عايز تعامل مع الري جوه اتريشن او جوه لو بجيب البيز واجمع للآيف اربعة يعني بعمل shift lift logic للآيف 4 shift lift logic للآيف 4 وبعدين بعمل لها ادعى البيز بعدين بعمل لها ادعى البيز بعدين بعمل لها لو دورد بعدين بعمل لها لو دورد تمام كده بس دي ايه ازاي بتعمل مع الري جوه لو طيب طبعا ده مثال تاني طبعا ما فيش مشكلة بس نبص عليه برضو عادي لو انا عايز اعمل الري بس يبقى فيه المقارنة معايا رقم اسمه الف و مش معرف هايغر الالف وال كونتر الاسم او فلاحظة واحدة بس كده نشوف التعاون مع الري اول حاجة بعمل load over immediate و عظيم جدا بس اعمل load over immediate عشان انا حسيت ان فيها الري في الموضوع يبقى load over immediate for i طيب شفت الvaribals اللي عندي يعني محتاج الvaribals اللي هو i بزيرو والالف اللي انا هكرم بي فاعرف varibals ده load over immediate لقيت ان في for loop او في loop اعمل loop j loop وبعدين ابدأ احط condition اللي بيفرج من loop سوف نظر على التفاصيل اللي هو اتحط ازاي بعدين ببدأ احط اللي هو هيخرج من بره loop بعد loop ودايما ما نساش الخطوة الاساسية اللي هي ان انا ببدأ اعمل i plus plus او i plus one او حسب هو ايه i في اتنين whatever من بعمل increment الحاجة اللي بتخليني ما خشش في infinite loop دي ده بتاع الكود لو عايزين نشوف واحدة واحدة وده الوقت بيقول لك ايه ان الادرس بتاعه بالمنطر ده لو عايزين نشوف الادرس هو اصلا كده فمعايا اتنين تلاتة بي بي تمانية دي هعمل لها load over immediate load over immediate load over immediate وحطها لي مثلا في الاسس zero يبقى الاسس zero يبقى فيها الرقم ده الاسس zero يبقى فيها الرقم ده بس يفي صفر هن تمام بعدين هعمل or i s zero اعملي 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 or ring الاسس zero مع الباقي من الادرس اللي هو الاف ثلاثة صفر فهي بقى ياخد الاف ثلاثة صفر ويبدأ يجمع صفر هنا يعمل الورنج اللي تندل مع بعض وفط النتيج في الاسس zero كده 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 انا خلاص كونت البز ادرس عايز تعمل ايه لقيت ان في فريب الاسم الف وفريب الاسم zero فهو فهو هسيب الاسم في الاسم سيب الاسم وهسيب الالف في الاسم هسيب الالف في الاسم طيب خلاص عرفت الالف اللي عندي عايزة عمل لوب جي لوب شفت الكندشن كوندشن بيقول لك الاي لازم تكون أقل من الف فانا هكارن الاي وشوف هي أقل من الف ودف والس لزان الاي والالف الاي دي منساب في الاسم واحد والالف منساب في تي تو فيبقى معايا اس واحد واتي تو هكاررنهم ببعض الناتج بتاع حط مثلا في تي زيرو الناتج هحط في تي زيرو فالناتج احتمال يطلع على زيرو او صح زيرو او 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 هيدخل جوه اللوب زيرو هتخرج لبرا لوب بعدين بعد ما اطلع لالتي نود ابدأ على الناتج هقول لو تي زيرو اللي عندي بيساوي زيرو يبقى انا كده هاخرق برا اللوب يبقى ان هو يبقى الاي مش اقل من زيرو هاخرق برا اللوب وعمل بضغط ده شرح يعني الحاجات بالتفصيل وده اللي هو بتعمل اخر سطر قبل اللوب قبل ما اللوب ما ينتهي بنعمل هنا الاي بيقولك الاي اكوال اي مساب الاس واحد هتعمل الاس واحد تضف عليها واحد حوط هناك بتاعها في واحد خلاص كده ده بالنسبة للكود ولسطبع ما تكلمناش عن السطور اللي في النصر عايزين نعمل اي بقى بقولك الاري في اي الرب هالي في تمانية بنا دلوقتي قلت عشان اقرى الاري في اي محتاج اعمل حاجتين او انا محتاج اعمل الستاتمنت دي اللي هو اجيب الادرس بتاعها اللي هو هيساوي زائد اي بتمانية سوري زائد اي مضروبة في اربعة تمام ده عشان اجيب الاري في اي اصلا انا دلوقتي بتجلم على الستبديد عشان اجيب دي محتاج اعمل اعمل ضرب وبعدين اعمل جمع تمام انا كده اجيبت الاري في اي بعدين بقى بقى لود ورد فانا عايز اعمل ضرب بعدين اعمل جمع بعدين اعمل لود اللي هو انا عايز اجيب الحاجة دي حطها في حاجة معي فعشان اعمل ضرب انا انا خلصت بقى ايه لغة هنا ده تمام لغة هنا وده تمام لغة هنا تمام ده صح ده تمام وده تمام لغة مشكلتي فالحطة دي عايز اعمل ايه اضربها فاربعي بشفت لوبس لوجيكا ايه واتنين لأيه طبعا مسبب ايه في الاس واحد بشفت لوجيكا الاس واحد وايه اتنين اضربها هالي فاربع بعدين اعمل لها جمع عال بيز ادرس نعمل عال بيز ادرس بيز ادرس فين في الاس 0 هاجمعها في T0 والنتج هحطه في T0 ماشي بقى معادلو ده اسمه ايه الادرس الجديد ده الادرس الجديد عايزة بقى انفز ان انا اقول ان انا معادل الادرس الجديد اه عايزة اجيب الحاجة دي من الميموري اجيب الحاجة دي من الميموري ويقول ايه الZero والT0 يعني شوف الميموري اللي في الادرس ده اللي اسمه T0 اجمع علي عليها 0 وشوف هي فيها ايه والنتج هتقول هحط النتج في T1 تمام كده دول التلات خطوات اللي انا محتاج اعملهم في اي في اي لوب فيها array of i array of i مش array of zero او array of one لا array of zero سهل array of one اضربها في اربعة محتاج تجمعها وبعدين تعمل اي load word للأدرس الجديد خلاص ده الثلاث خطوات عملت انا غد الوقت الاري وفق عايز اعمل في اي بعد اضربها في ثمانية يبقى اعمل لها shift lift logical بثلاثة يبقى الناتج بتاع لود ورد اسمه T1 اعمل T1 بثلاثة اللي اتنين في تمانية اتنين اتنين اثنين 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 وبعدين احط ناتج في T1 ايه بقى انا كده عملت الجزء ده ضربتهم في بعض بس لسه محطتش ده هنا صح محطتش ده هنا طبعا اتفقنا ان انا ممكن بعد ما اعمل ممكن اصيب الحاجة في variable ممكن اصيب في R لو انا عايز اصيب الناتج بقى كله في R ساعة هحتاج استور وورد بقول استور وورد صح استور وورد الناتج بتاع الشفت اللي هو T1 الت1 ده انا عايز اصيبه في المكان ده ايه هو المكان ده اللي هو R وانا كنت جبت قبل كده ان الادرس بتاع الري اسمه صفر وT0 هقول استور وورد بس سمحت سايب لي T1 جوه المكان ده اسمه صفر وT1 تمام احنا كنا تكلمنا عدد خلصنا وده وخلصنا ده بالتفصيل ازاي اتعامل مع الري ازاي اعمل load وزاي اعمل load وزاي اعمل وزاي اعمل وزاي ونبقى نشوف بعد كده ممكن بنفض امسي لأكتر على الري ان